السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا بس قبل ما أتكلم عن منحة دي أحب أوضح لليدي قناتنا قناة منح من كل ألوان بنعرض فرص ومنح كتيرة جدا بشكل مستمر فريد تتصفحوا القناة عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية كمان ده الويب سايد الرسمي الخاص بينا هتلاقوا لي برضو فرص ومنح كتيرة جدا هتضغطوا على منح الدراسية نظر قدامكم كل المنح الدراسية المتاحة برضو تتصفحوها وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس صوير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة وهي عبارة عن فرصة تطوع ممولة بالكامل في النمسا ومتاحة للجميع وبراتب شهري طيب خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر للمنحة دي المنحة دي أو الفرصة دي هتكون موجودة في النمسا وزي ما انتم عارفين أن النمسا طبعا أحد الدول الأوروبية القوية وناس كتيرة جدا بتحلم بالدراسة فيها العمل التدريب يعني كل دي حاجات ناس بتطمح لها للعمل في هذه الدولة أو للهجرة لهذه الدولة فالدولة هي النمسا الجهة المانحة اسمها كورنر اتزلي دي الجهة اللي بتقدم هذه الفرصة بالنسبة للمرحلة الدراسية المتاح لها المنحة دي المنحة دي متاح لجميع المرحلة الدراسية من طلاب وخرجين وديبلومات يعني لو انت من اي مرحلة دراسية طالب سنوية عامة باكالوريوس ماجستير دكتوراه متخرج ما بتدرسي خريج ديبلوم متاح لك انك تقدم ليه لانها فرصة تطوع فرصة التدريب وليس فرصة لمرحلة دراسية معينة فهي متاحة للجميع طيب التطوع أو التدريب ده هيكون مدة وقت دي ايه التطوع ده هيكون مدة وعشر شهور تمام وهيتم بدء التدريب من 1 سبتمبر 2021 حتى 30 يونيو 2022 ده معايد التدريب بالنسبة لأهداف التدريب ده بقى انت دلوقتي لما هتروح النمسا وتتعامل مع المؤسسة اللي هي اسمها كورني اتزاليغ تمام انت ايه المفروض هتعمله هناك او المؤسسة دي ايه الاعمال اللي بتقدمها تمام المؤسسة دي بيقولك بتقع في المنطقة الشمالية من المدينة مسمى اتزاليغ تمام والمؤسسة دي هيعبارة عن مجتمع ومأوى للاشخاص اللي هيتروح عمرهم بين 13 سنة و 19 سنة حيث ان المتطوعون سوف يساعدون هؤلاء الاشخاص في الانشطة على سبيل المثال الانشطة الاجتماعية والثقافية ورش العمل يعني ايه يعني الناس اللي هتتقبل في الفرصة دي اللي هم المتطوعين تمام حيساعدوا الشباب اللي بيتروح عمرهم من 13 ل 19 سنة حيساعدوهم في ايه حيساعدوهم في ان هم يشاركوهم في الانشطة بتاعتهم في الاحتفالات تمام ينمونهم افكارهم لان يعني في الفترة دي بيكون الافكار عند الفئة العمرية من 13 ل 19 سنة بتكون الافكار لسه مش ناضجة اوي لكن انت يعني لما تشاركهم الانشطة بتاعتهم تقوم مثلا باعطاء توعيات ليهم بتشارك في انشطة كتير العاب رياضية كل الاشياء دي بتساعد على تنمية المجتمع وكمان انت كشخص بتشارك في الانشطة دي ده بيزود لك انت مهاراتك وبتتعرف على صخافات النمسا وبتعرف على صخافات المجتمع الاوروبي تمام فده المختصر المفيد لاهداف التدريب ان انت حتشارك الشباب اللي بتبدأ عمرهم من 13 ل 19 سنة في جميع الانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية وغيرهم بالنسبة للتمويل المتاح في المنحة دي ركز بقى معي عشان عندنا تمويل ممتاز جدا اول حاجة المنحة دي ممولة بالكامل بتشمل كل حاجة ان شاء الله مش هتدفع تكاليف اي شيء بالنسبة لمصاريف التدريب والتطوع هتكون بالمجان على حساب المنحة انت مش هتدفع فيها اي تكاليف سيتم استيعاب المتطوعين في السكن في المبنى الذي تملكه المؤسسة في مبنى تملكه المؤسسة بيكون ده سكن لهم متطوعين تمام عشان تجلس فيه او يعني تكون في هذا السكن خلال مدة التطوع او التدريب السكن ده كمان هيكون فيه كافة المرافق من حمام ودوش ومرحاض ومطبخ لعداد وجبات الطعام كمان سيتم تزويد المتطوعين براتب شهري للطعام والاحتياجات الاخرى دلوقتي انت عندك السكن مجانا التدريب مجانا عندك بقى راتب شهري عشان تستخدمه لمصاريف الطعام واي احتياجات تانية شخصية الراتب الشهري ده هيساعدك فيه تمام كمان المتطوعين قادرين على طبخ طعامهم بنفسهم اذا يريدهم لو انت عايز تتدخر مثلا من الراتب الشهري اللي انت هتاخده وتطبخ طعامك فيه السكن برضو متاح تمام ودي حاجة من الحاجات المميزة جدا كمان وسائل النقل هتكون على حساب المنحة وسائل النقل الداخلي هو غيره الانترناشنال هتكون على حساب المنحة بيكون بيعتلق بتاخد بطاقة وسائل النقل بتقدر تتنقل بكل حرية وبدون يعني دفع رسوم او ما الى ذلك كمان هيكون فيه اموال اضافية للسفر الترفيه في عدة اتنهاية الاسبوع بيكون فيه زي سفر ترفيه للمتطوعين مع الاشخاص اللي هم بيتموا مشاركتهم في التطوع ده من قبل المؤسسة بيكون فيه اموال اضافية للسفر الترفيه كمان مصاريف السفر الى المشروع والعودة اليها لما انت بتروح مثلا لاماكن التطوع بتزور مثلا مؤسسات بتزور اشياء هيكون برضو مصاريف السفر على حساب المنحة كمان الاقامة في النمسا بتسمح ليك بدخول كل دول الاتحاد الاوروبي بدون تأشيرة تمام تقدر تخش المانيا ايطاليا فرنسا كل دول بتقدر تتجول فيهم بحرية بدون تأشيرة لان انت بيكون معاك اقامة في النمسا تمام كمان التأمين الصحي للشخص المتطوع طول فترة التدريب هتكون على حساب المنحة وما تنساش طبعا ان النمسا بتتكلم اللغة الالمانية فده بيعطيك الفرصة عشان تتعلم اللغة الالمانية طول مدة اقامتك في النمسا تمام طيب ركز بقى معايا بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي مش كل الدول المتاحة عندنا الدول المتاحة الجزائر مصر المغرب سوريا تونس فلسطين الاردن لبنان ليبيا وتركيا طبعا تركيا هي مش دول عربية ولكن فيها ناس كتير جدا عرب قاعدين فيها فممكن نقول انها يعني من الدول العربية تمام طبعا في دول تانية متاح لها التقديم دول اجنبية ولكن احنا مش هنذكر كل الدول احنا همنا الناس اللي من الدول العربية ودول الدول العربية المتاحة فقط طيب خلينا اقول لكم على مراحزات هنا ان الفرصة دي ليس بها حد اقصى العمر اللي التقديم فيها متاح لك التقديم سواء سنك صغير سنك كبير وبتقدر تقدم للمنحة دي بكل سهولة المنحة دي لا تحتاج اي شارة لغة للتقديم فيها مش مطلوب منك بقى شارة لغة المانية شارة لغة انجليزية بتقدر تقدم معايا دي بكل سهولة كمان متاحة لجميع المراحلة الدراسية زي ما احنا قلنا من طلاب وخريجين وديبلومات ومن مختلف التخصصات الاوراق المطلوبة للتانين في المنحة دي اول حاجة هم يعني هم حاجتين اللي مطلوبين السيرة الزيتية بتاعتك وطبعا الافضل عشان قبولك يكون قوي تعمل السيفي على الطريقة الوروبية بشكل احترافي وشكل منصق كمان تكتب مقال النية ومقال النية ده مهم جدا 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 تكتبه بطريقة كويسة فقارات منظمة كل فقرة تذكر فيها يعني مثلا ليه انت كل فترة بيكون ليها حاجة معينة ليه عايز تنضم للمنحة دي الاستفادة مثلا ليه عايز تسافر النمسا خطاب النية لازم انه يحتوي على فقرات مختلفة تحاول تعمل خطاب نية برضو بشكل احترافي وبشكل كويس ازاي بقى ممكن نقدم للمنحة دي بيقولك عشان تقدم لازم ترسل الاوراق المطلوبة اللي هما الاتنين دول على هذا الايميل وتنتظر الرد والتقييم من المنحة تمام مفيش كل الموضوع انك بتجهز ورق تمام ومش مطلوب بايشار التخرج بالكلام ده كله لا هي فرصة تدريبية فرصة تطوع بالجاهز السيفي كويس بتعمل خطاب نية تبعتها على الايميل تنتظر الرد من المنحة اخر معاد للتقديم في المنحة دي هو 11 يونيو 2021 ده اخر معاد عشان تقدم في المنحة دي اه هنا عندنا ملاحظات ما تنسوش تابعا من قناتنا قنات من كل الوان بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر خدمة اه ضمان القبول في منح دراسية في دولة الصين كمان بنوفر خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومان حين انت عايزها بنوفر خدمة تجهيز الاوراق وبنوفر خدمة التقديم على الكورسات ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا هنا بتضغط على رابط خدماتنا هيفتح معاك كل الخدمات اللي احنا بنوفرها تشوف الخدمة المناسبة ليك تمام هيفتح معاك كل الخدمات اللي احنا بنوفرها دي كل الخدمات خدمة ضمان القبول في الصين التقديم للمنح تجهيز الاوراق الكورسات شوف الخدمة المناسبة ليك وتقدم عليها واحنا بنتواصل معاك من خلال خدمة عملائنا وبنرتب معاك كل شيء دلوقتي نرح نشوف الاعلان الرسمي المنحة اللي فيه كافة تفاصيل تيجي تضغط على الليل الرسمي عشان يفتح معاك كافة تفاصيل المنحة الاعلان الرسمي بيفتح معانا على موقع اسمه الوربيانياس بورتل وده موقع معروف الفرص والمنح والمعروض عليه هذه الفرصة هتلاقي بقى هنا التفاصيل كلها اللي انا قلتها موجودة في الموقع الرسمي باللغة الانجليزية هتلاقي هنا الدول المتاح للتقديم تمام مصر الجزائر تونس غيره من الدول اللي احنا قلناها تلاقي اخر موعد للتقديم امتى المنحة دي بتبدأ من امتى لامتى تمام كل التفاصيل هتلاقي هنا اهداف التطوع الحاجات اللي بتوفرها المنحة ازاي ممكن تقدم ترسل الاوراق لهذا الايميل كل حاجة موجودة في الموقع الرسمي وبالدليل تمام كده فكده يبقى احنا وضحنا كل تفاصيل المنحة بنجاح اه ما تنسوش تبعا خدماتنا الاضافية لو حابين تقدموا المنحة دي من خلالنا بشكل احترافي كمان ما تنسوش اخر معاعد للتقديم احتاشرينيو الفين واحد وعشرين وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق والبول للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته